وللمزيد حول تداعيات قرار التيار الصدري تجميد تفاوض مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث والسياسية دكتور حامد الصراف أهلا بك معنا دكتور حامد أهلا وسهلا شكرا جزيلا أهلا بك دكتور حامد الكتلة الصدرية النيابية أعلن التجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة بداية كيف تقرأ هذا الموقف من التيار الصدري؟ في البداية شكرا جزيلا على استضافة تحياتي لكم ولجمهور المتابعين الكرام الحقيقة هذه الخطوة لا تنفصل عن سياسة التيار الصدري اللي اعتاد على أن ينسحب من المشهد لفترة معينة للمناورة مثل ما جرى قبل الانتخابات بأشهر انسحب ثم عاد بحجة أنه لن يدخل السباق الانتخابي في وقتها لكنه حقق تقدم على الكتل الأخرى نتيجة هذا الانسحاب يعني هو عملية تكتيكية الحقيقة يكمن وراها طبعا جانبين الضغط على الخصوم من أجل مزيد من الرضوخ أو التنازل والجزء الثاني هو تحريك الشارع أيضا يعني الشارع الصدري الآن أيضا مستاء من عملية استمرار التفاوض مع دفة القانون أو مع إطار التنسير نعم نعم أيضا يعني ذيّل التيار الصدري ذيّل بيانه بعبارة حتى إشعار آخر ما معنى هذه العبارة هنا؟ هذا هو تكتيك جانب التكتيك في العملية كلها لأنه سمى تجميد مشاركة التيار الصدري أو نواب التيار الصدري في مجلس النواب باستثناء الرئيس الكتلة والذي هو النائب الأول لرئيس مجلس النواب الحقيقة هو هذا يعني عملية انتظار لفترة معينة جاءت تكون أيام قليلة وأسابيع أو ربما تنسحب إلى فترة أطول نتيجة أيضا الانتظار في مسار التفاوض في مفاوضات فيينة على التقوي والصواريخ الباليستية والطيارات المسيرة وتحجيل دور إيران يعني بين إيران يعني خمسة زائد واحد والضغوط الأمريكية في المنطقة هذا أيضا مرتبطة ارتباط كبير مثل ما أشار تقريركم قبل قليل هذه العملية الحقيقة لا يمكن أن تنفصل عن مسار الصراع اللي موجود دائر على ساحة العراقية الآن نعم أيضا في رده على قرار تيار الصدري قال ائتلاف المالكي إن قرار الصدر يعني العودة لحكومة توافقية على حد تعبير الائتلاف السؤال هنا هل يقبل الصدر الذي يروج بطبيعة الحال على أنه الكتلة الأكبر بالذهاب لحكومة محاصصة لطالما رفضها لا صعبة جدا يعني على مقتدى الصدر شخصيا ستكون العملية عملية أنا أعتقد مجازفة كبيرة مخاطرة كبيرة أن لم تكن انتحار سياسي حقيقة لأنه أنا حسب المعلومات اللي متوفرة عندي من ردود أفعال التيار الصدري أنهم رافضون بشكل قطعي لأي مفاوضات مع المالكي اللي يعتبروه هو مسؤول عن سبايكر وسقوط المحافظات يعني عمليا الجمهور التيار الصدري رح يكون ردة فعله عنيفة في هذا المجال وهم بدأوا يرفضون رفض قاطع الخطوة اللي يعني حتى لإجراء تحالف أو توافق جزئي مع الإطار التنسيقي أيضا هذه كانت مرفوضة في بعض التصريحات أنا شعرت أنه بالفعل المقتدى الصدر الآن مجبر وإذا خاطر جازف في هذه أنا أعتقد الشارع سوف يخرج ويبدأ أيضا ولو نعرف أنه الشارع العراقي هو يعني جاهز للثورة تجدد الثورة النشرين بربض العملية السياسية بربطها خصوصا إذا شكلت حكومة محاصصة هذه هي جوهرية التيار الصدري يضاف إلى فيما بعد لأنه التيار الصدري أيضا متضرر أكثرهم من فقراء الشراحة الاجتماعية زائد أنه لا يعول التيار الصدري على أنه الحكومة القادمة تكون محاصصة يعني هذا أيضا الآن الجانب الشعبي مؤثر في هذا الجانب الحقيقي باعتقادك يعني على ماذا اعتمد تلاف المالك في رؤيته على أن يعني قرار الصدر يعني العودة لحكومة توافقية على ماذا اعتمد لبناء هذه الرؤية أنا أعتقد أما يعني من ناحية لغوية هي تمني النفس بأنه الأمور ستعود لما يسمونه البيت الشيعي الذي انهاره في سنوات ماضية لأنه لم يبقى هناك مقاومات لاستعادة الاتفاق الحقيقة بعد الصراعات الموجودة والفشل الذريع اللي من يبيه باعتبار أنه قيادة السلطة التنفيذية هي بيد الكتل الشيعية على مدى 9 ع السنة يعني لم يسجلوا نجاحا على الأطلاق والمتضرر الأول والأخير هم الشيعا أنفسهم يعني الوسط والجنوب من شراح المجتمع الشيعي هم اللي ثاروا في ثورة تشرين يعني الأغلب هم قادوا ثورة حقيقية ضد الطغمة أو الطبقة الطفيلية الفاسدة من الشيعة اللي تدعمهم إيران وأتت بهم أميركا لذلك الآن التحول تحول طبقي اجتماعي وطني الآن هناك لغة وطنية موجودة في الوسط والجنوب مثل ما نشوفها أيضا في الغرب والشرق وأيضا عمت حتى في شبال العراق الآن هناك بودقة أو هناك حاضنة حقيقية أو بيت يجمع الكل هو بيت الوطن بيت العراق الحقيقي بعدما تقدمت البيوت الكتل الثلاث هذا هو الحقيقة هناك لغة جديدة في العملية السياسية دكتور حامد أين هي إيران من هذا السجال الدائر بينما يسمى البيت الشيعي وهل هي فعلا تسيطر على العراق كما يقول موقع فير أوبزيربر لا هو شوفه طبعا هناك سيطرة هناك نفوذ من قبل إيران على مفاصل الحياة السياسية والميليشياوية خصوصا يعني سلاح منطل وميليشيات وحشد شعبي وطبعا مفاصل اقتصادية أيضا نفذت بها من خلال الدولة العميقة الدولة العميقة يقودوها هؤلاء يعني هي الميليشيات والأحزاب التي تتبع إيران تتبع ولاية الفقه لكن هذا بدأ الآن الانحسار يدب في الحياة السياسية العراقية نتيجة خسارتهم بالانتخابات الأخيرة يعني انحسر دورهم بشكل واضح لذلك هم الآن مستقتلين من أجل الحفاظ على مناصبهم مواقعهم التي الحقيقة كسبوها نتيجة اتفاق أميركي إيراني الآن الاتفاق الأميركي الإيراني بدأ يزعزع بدأت أميركا الآن تغير من سياساتها بدليل أنه الانتخابات يعني نعرفها بشكل جيد انتخابات لم تكن سليمة لم تكن نزيهة انتخابات مزورة مفبركة نتائجها مخرجاتها نعرفها أنه ترجيح كفة طرف على طرف آخر هذه الملية الحقيقة فشلها خل الإيرانيين أيضا انحسار واضح نتيجة أيضا الحصار الخانق عليهم هل يدل الجولات المكوكية التي فشل بها قآني هل تدل على هذا الانحسار؟ تماما تماما وخصوصا أنه قآني لا يشبه إلى حد بعيد يعني مثل نفوذة وسطوة على الميليشيات مثل ما كان قاسم سليماني يعني هناك فرق كبير الآن إيران فقدت السطوة على هذه الميليشيات لأنه أيضا هذه الميليشيات لا تحتاج لم تعد تحتاج إلى التعم الإيراني المالي الاقتصادي مثل ما كانت سابقا لأنه سرقت ثروات شعبنا الشعب العراقي الحقيقي هذا تم على يد الميليشيات يعني النفوط وتعريب النفوط والعملة ومزال العملة وغيرها الحقيقة وغسيل الأموال هذه كلها تمت على يد الميليشيات التي هي الحقيقة منبع الآن تمويلها وثرواتها من ثروات الشعب العراقي لذلك إيران مع انحسار دورها نتيجة الحصار الخانق أيضا استسلمت إلى إرادة الأمريكان إلى حد مهين أنه الوضع العراقي يعني قابل قوسين أو أدنى يفلت من يديها لذلك قاني محاولات لي حفظ ماء الوجه فقط ليس أكثر شكرا جزيلا لك كنت ضيفا عبر السكايب الأكاديمي والباحثة السياسية الدكتور حميد الصراف شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر